رجعنا لحضراتكم ومعايا ضيفين عزاز على قلبي وبكنلهم كل تقدير واحترام عشان هم أصحاب نجاحات وأصحاب عمل فائق معنا الأستاذ أحمد عزة السبكي رئيس مجرس إدارة معمل من معامل الوراسة أهلا وسهلا بحضرتك ومعنا الأستاذ سال كومي رئيسة شؤون قانونية بأحد شركات التمويل أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو حديث سيدنا عبد الله بن عباس اللي فيه أن سيدنا عبد الله بن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله يتجد وتجاهك إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتباه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الحديث ده احنا سميناه حديث تثبيت الحقائق لكن خليني أسألكم سؤال ابتدائي كده أنتو لما تسمعوا الحديث ده أنتو طبعا سمعتوا الحديث ده قبل كده لما تسمعوا الحديث ده نمتدي بالأستاذ أحمد لما تسمع الحديث ده بتحس بإيه؟ بحس بالأمان يعني نحس أنه ما فيش تكلفة ما فيش ضغط ما فيش مسئولية زايدة عن حدها فيه أمان وأنه فيه النظام لو تتبع النظام ده بيبقى الواحد مستريحة هل فيه موقف من المواقف حسيت بأن الأمان بقى في أعلى درجاته لما تذكرت الحديث ده ممكن تحكي لنا الموقف ده؟ ده بيحصل كتير في شغلي يعني في إدارة الشغل وبالذات مع الأشخاص أو مع الموظفين لأنه أعتقد أن أهم شيء في الإدارة هو أن تحفظ الله في البني أدمين يا سلام حلو قوي ده يبقى من أهم مجالات حفظ الله أن أنت تحفظ الله في البني أدمين صح من أي جهة من أي مدخل تحفظ الله في البني أدمين من نفس فكرة الأمان يعني النهاردة اللي ربنا أقامه أنه هو مدير أو أنه هو صاحب شرك كويس فأنه يحفظ الناس بإحساس الشخص اللي شغال معاه أنه فيه أمان يعني وكأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه النفس هو عايز يكون في أمان يأمن الناس وممكن مدخل تاني كمان أنه نقول احفظ الله في هؤلاء الناس لأنهما عبيد كما أنت من العبيد صحيح فيبقى أمانهم كمان يجلب عليك أمانك لأن ربنا سبحانه وتعالى يأمن من أمن عبيدهم